بتاريخ الرابع والعشرين من كانون الأول نشرت صحيفة الاتحاد خبرا عنوانه التحريد موثقا تكشف فيه محاضر لقاءات بين شخصية لبنانية وأخرى إماراتية انكبى خلالها الطرف اللبناني على التحريد على مراجع سياسية لبنانية ولم تتبنى دولة الإمارات أي من هذه المواقف واكتفت بدور المستمع وفيما لم تسمي صحيفة الاتحاد الوزير بعينه حصلت قناة الجديد على نسخة من محضر اللقاء وتكشف تورط وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي بالتحريد على لبنان في لقاء جمعه بوزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور جرغاش ويعود تاريخ اللقاء إلى الثلاثين من شهر كانون الثاني عام 2017 لقاء الذي جمع اللواء بالجرغاش جاء بعد ثلاثة أشهر على تسوية سياسية أوصلت العماد عون إلى بعبدة والرئيس سعد الحرير إلى السرايا ومن هناك انطلق ريفي بوصف أداء رئيس الجمهورية بالمؤسساتي قبل أن يأخذ منحا مختلفا مع تقدم النقاش وهنا رأى أن مضمون عمل الرئيس ميشيل عون يخدم توجهات حزب الله وأن وصوله إلى السلطة كان خطأا استراتيجيا كبيرا لا تقف معلومات ريفي هنا إذ يؤكد لجرغاش أن عون لم يكن الخيار الأول لحزب الله للرئاسة لكن توقع الحزب تحول السياسة الأمريكية تجاه إيران في عهد الرئيس دونالد ترامب جعله خيارهم وغاص ريفي في قانون الانتخاب معتبرا أن التيار العوني والمسيحيين يرغبون في تغيير نظام التصويت من أكثري إلى نسبي وهو ما لا يخدم مصالح السنة بعدما أصبح الحلقة الأضعف من جراء قرارات الرئيس سعد الحريري ينتقل بعدها ريفي إلى البيت الداخلي فيصف إدارة رئيس الحكومة سعد الحريري السياسية بالكسولة ويتهم الحريري بإلقاء أعباء السياسة على ابن عمته نادر الذي يرى فيه ريفي رجل أعمال لا رجل سياسة مشيرا إلى فساد مستشر يحيط بجميع الأمور المالية بسبب الشخصيات المحيطة بالحريري وسمى هنا ريفي بالاسم الوزيرين نهاد المشنوق وغطا صخوري ريفي لم يقف عند انتقاد أداء الحريري الذي لا يحظى بدعم سنة فقد اثق به بل وصل إلى حد طرح البدائل مشيرا إلى أن شقيق الرئيس الحريري بهاء قد يقرر دخول الساحة السياسية مستخدما ثروته من باب الحرص على إرث والده وتحدث ريفي عن قيادات ونواب في كتلة المستقبل يشاطرونه الرأي من النائب أحمد فتفة المستعد للمضي بأي خيار للخروج بين الصفقة مع الرئيس عون وحزب الله وصولا إلى وزير الاتصالات جمال الجراح المنزعج بحسب ريفي من تصلط نادر الحريري على وزارته وتدخله في عمل الوزارة لعقد صفقات لحسابه الخاص وأكد ريفي استعداد الجراح للمضي معه وليس وحده بل مع مسؤولين آخرين من تيار المستقبل في البقاع الغربي ولكنه أي الجراح وبعكس فتفة يحتاج إلى إشارة سعودية للتحرك ويمكن أن تساعد الإمارات في هذا المجال وخلص ريفي إلى أن الاختراق هذا إضافة إلى موقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قد يساعد في وقف مسار التنازلات لحزب الله وعون حلو لوريفي لم تقف هنا إذ فند للوزير الإماراتي مشروعه الإنقاذي المؤلف من ثلاثة بنود هي التصدي لنفوذ حزب الله عدم التفريط في موقف الطائفة السنية ومنع توجه شباب السنة إلى التطرف والانضمام إلى تنظيمات إرهابية مثل داعش مشيرا إلى تقلص عدد الشباب الذين يتجهون إلى التطرف عبر سرايا المقاومة وتنظيم داعش بسبب مواقفه هو لعل أبرز ما في محضر اللقاء الحديث المتواصل لريفه من دون أي حث أو تجيع من الوزير الإماراتي الذي لم يكن فاعلا ولا شريكا بل متريث متسائل عن مغزى طلبات ريفه وهو ما أجاب عنه ريفي بقوله يجب إرسال رسالة إلى الرئيس ميشيل عون مفادها أن ما يجري تحقيقه حتى اللحظة غير مقنع وأن تضغط الإمارات عليه وبخاصة أن الحكومة اللبنانية تضم 17 وزيرا من حلفاء حزب الله وهو الأمر غير المسبوق حسان الرفاعي قناة الجديد